صباح و أهلا وسهلا على القناة، اليوم بدأنا نتحدث عن التليفون جديد من شركة أوبو اسمه أوبو فايند أن هذا التليفون فولدبل مثل التليفونات الثانية التي ترونها نستطيع أن نقارن بالزي فولد والزي فليب من شركة سامسون وهذا التليفون يأتي بالنص، أكبر من زي فليب وأصغر من زي فولد أعطيت أنا الحجم المضبوط لتليفونات الفولدبل لنستعمل بأيد واحدة، وليس فقط عندما نستعمل تطبيقين مع الشاشة الكبيرة الجوانية ستكون أحسن عندما يكون لدينا شاشة معمولة بهذا الاسبكت راشي وهذا الحجم الذي يستعملون هنا اليوم نتحدث عن كل المميزات الحلوة للأوبو فايند أن يلا، دعونا نبدأ الفيديو اعملوا لايكوا وسجلوا على القناة حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكون فيديو ويت جديدة الآن السسامي الذي نرى هنا، كما رأينا بقلب العلبة يأتينا نشرجر 33 واط، الشريط لنقدر نشرجه للتليفون، كل الشغلات المحتاجين التليفون للنظام طبعه كثير حلو ومزبوط كثير الشاشة البرانية موجودة هنا 60 فريمس برسكين هي 5.49 يعني 5.5 1080p panel عندما نستعمل الـ Fingerprint sensor الموجود هنا على اليمين مع الـ Power Button جنب الـ Volume Rocker نقدر نعملها Unlock وعندما نفتحها للتليفون يفتح مزبوط الشاشة كثير حلوة 7.1 إنش تكون على 120 هرتز، كثير كثير منيحة غير هذا أيضا، لدينا سكرين بروتكتور موجود عليه من داخل وخاصة أيضا، عندما نرى من بره، لديناها موجودة الحاسوب الموجود على الموديل الذي لدينا هنا سناب دراجون 888 أحسن حاسوب في سنة 2021 سيكون موديلين، 856 و 12 في 512 جيجبيت رام و 512 للزاكرة يستعملون UFS 3.1 البطارية الموجودة هنا 4500 ميلي أمبير نقدر نشارجها بشارجر البيزيو أقل بقل 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 130 دقيقة لدينا 2 سبيكور موجودة هنا لدينا USB-C لنشارجر البيزيو ميكروفون للكامرة و 2 سيم كارت نقدر نضع السيم كارتنا هنا لفوق لدينا ميكروفون زيادة لورا لدينا 3 كاميريات موجودة 50 الاساسية 13 على الفوتو 16 على الالترا وايد كاميرا السلفية موجودة 32 ميجا بيكسل الكاميرا الثانية هون 32 ميجا بيكسل نستعملها شغالية كثير منيحة و 3 ألوان يمكننا إختار منهم الـ Purple الموجودة هنا لدينا الأسود و الأبيض هؤلاء 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 يكونوا يقوية 28-250 و يقوية 512 و يقوية 512 لذاكرة أكثر شيئا يجبني فيه لها التليفون هو النظام السيستام الذي يضعوني لها التليفون كما أخبرنا أول شيئا الـ Fingerprint sensor و Power button موجود هنا وعلى الـ Volume Rocker لدينا كل المميزات الحلوة فيها ولكن الشيء الوحيد بأنه البصمة لدينا موجودة يجب أن تضعوا عليه غطاء هذا التليفون السيستام الموجود هنا جميل حجمه أكبر من Z Flip ولكن أصغر من Z Fold للسامسون مشكلتي في هذا التليفون أنه يأتي لها تقريباً في هذه المرحلة التليفون كثير صغير عندما نسكره أحسن شيء معقول هذا التليفون يعمل عندما يفتح يعطينا تليفون بهذا الحجم هذا مننا هو Z Flip هذا التليفون من Oppo يسمى Find X3 Pro ولكن عندما يفتح التليفون مع هذا التليفون Find X يصبح لدي شاشة أكبر هذه الشاشة 7.1 إنش النظام طبعها 8.5 8.4 9 موجودة داخلها لدينا Gorilla Glass Viscous موجودة من داخلها وكما موجودة لبرا الشاشة البرانية 5.5 إنش وتعطينا الشاشة تقريباً منه للتليفون ولكن الحالية فيها أيضاً أنها تبدأ 18x9 18x9 معناته قريب كثير من التليفون عندما يكون 16x9 aspect ratio الذي نرى على التليفون الثاني السبب اللي أعطيكم عنه هذا لأن التليفون التي نرى الموجودة بالمسوق كفولدبولز ثلاثة ربعات لديهم إمكانيات أن يعطونا شاشة كبيرة موجودة قدام ولكن ثلاثة ربعات يعطونا شاشة نحيفة تكون طويلة ولكن نحيفة هذا العرض تسبب أن نستعملها كثيراً نعمل كل ونفتح الطبيقات نستعمل الكاميريات الموجودة قدام هون الورانية الموجودة ورا فينا نفتح كمان الشاشة من جوة نشوف أن الشاشة بالنص هون خلينا نذهب على الهوم سكرين الفولد لدينا كثيراً مبينة مثل ما يشوفوا ونفتحكم إياه هنا حتى تشوفوا أن الكريس هذه الطعجة التي نشوفها بالشاشة مثلاً التليفون الفولد أو الفليب لا موجودة هون إطلاقاً قريب كثير يعني إذا يفتحها قليل على القليل تشوفها قليل كثير كثير السيستام اللي موجود هون مسميه الهنج الموجودة هون معناه عندما يسكر التليفون لا يوجد فتحة لا يوجد شيء بيناته نستطيع أن نشاهده هذا كثير مهمة حتى لا يفوت الغبرة ولا أي شيء إلى جوة مثل ما تكون 60 فريمس موجودة الموجودة هون بره 120 هيرتز موجودة لفوق موجود على اليمين وكل السيستام يمشي كثير كثير منيح حلاوته كمان إذا نفتح تطبيقين بنفس الوقت هذه هي الشكل المهمة التطبيقين يمشي بحجمه عادي على اليمين وع الشمال كما نستعمله بالتليفون عادي وإذا مثلا نريد أن نفتح تطبيق لجوجل بلاي ستور لا أستعمل كله لأحده لكنني أريد أن أفتحه وضعه على الشمال وستعمل تليفوني على اليمين نضع التطبيقات وستعمل التليفون عادي أنا فتحته النفس الشري لكن أصدق أنه يمكننا نعمل على الشغلات كثير كثير هينين السيستام مثل ما أخبرتكم قبل سنابتراكن 888 موديلين 28650 و 12 و 512 أنا لدي 12 512 لدينا ColorOS 12 مع أندرويد 11 في دول الصين نزل هذا قبل أن نزل على التليفون الثاني معناته الأوبو Find X3 Pro الآن أندرويد 12 مع ColorOS 12 هذا هون أندرويد 11 معناته هناك مميزات موجودة لكن لديك أيضا مميزات على التليفون الثاني مثلا المسيطة المسيطة هذه الشغلة كثير كثير حلوة نوصل تليفوننا هون بالWireless بالWi-Fi على الكمبيوتر و نستعمل الاختيارات نستعمل التليفون نقل صور نكتب نرد على إيميليات والشغلات كله و نستعمل التليفون كثير كثير هيني وحلوة وتعمل بالWi-Fi هذا مسمينا PC Connect موجودة هون و يجب أن نزل التطبيق على الكمبيوتر وتمشي مع الويندوز كثير هيني كما فرأتكم بعد عنا أيضا عدة إمكانيات نستعمل نظامات و نقل بها و نسكن تترين و كل الشغلات التي نرى من قبل السستام كما رأيتها بحلوة أندريد 12 كما ما أخبرتكم هون ColorOS 12 و مع أندريد 11 و يمكننا أيضا نزيد الزاكرة هون و ليس زاكرة الرام من الزاكرة تقريبا 7 جيجابايت و فوق 12 جيجابايت معناه يسرع 19 جيجابايت رام على هذا التليفون و لدينا الواي فاي بلوتوت و الشارين مثل ما رأيناها من قبل نغير الوالبابر يمكننا أيضاً نعمل الوالبابر مثل ما رأيناها هنا أنا عملتها على التليفون، دعني أقضي في الشاشة وهذه أنا عملتها خصوصياً للشاشة التي عملتها النظام وفيه كنت تعمل نفس الشيء الفينكربون سنسور يمشي كثير منيح وفينا نفتح عدة شغلات، ننزل شغلات ثانية نغير الـ Color Scheme الـ Optionات الموجودة هنا مثل ما أرى الأخضر والألوان الثانية الـ Themes أيضاً نغيرها نغير الـ Icon Pack، ننزل الـ Icon Pack مثل ما أريدنا أنا عم بستعمل الـ Material Style، ستكون جميلة الألوان، الـ Edge Lighting أيضاً حتى عندما يأتيكم المكالمات والأخبار تعمل لكم بتدوي الشاشة على اليمين وشمال حتى تعرفوا أن يأتينا خبر الـ Home Screen، كلها شغلات عادة، نغيرها، نعمل الـ App Layout، الـ Home Screen الـ Swipe Down عادة في عنا اختيارين، يأما Global Search أو Notification، أنا غيرتها وعدة شغلات كمية نغيرها، كثير هيني الشاشة لدينا اختيارات بالـ Dark Mode، نعمل الـ Medium، الـ Enhanced، كلها شغلات جميلة نعمل الـ Auto Brightness، الـ Eye Color Mode، الآن عملتها على Vivid، جميلة الـ Eye Comfort، الـ Video Enhancer، الـ Video Color Enhancer، كلها شغلات جميلة أخر شيء، نعمل الـ Screen Display، نغيرها، نرى إذا أريد أن نستعمل Full Screen أو نستعملها Front Camera Display Screen، هايني يمكننا أن نضبطها ودينا اختيارتين لنضبط تطبيقات كلهم، كيف يطلعوا على الشاشة الجوانية والبرانية الـ Sound & Vibration، شغلات عادة كما شرناها من قبل، لدينا Dolby Atmos موجود هنا يمكننا أن نسيطر عليها للمسيئة يمكننا أن نسيطر عليها للمسيئة، Smart Movie، أو ميوزيك والكيمين، كلها شغلات جميلة الـ Notification Bar، كثير هيني، هناك نحية الـ % عليها للبطارية الموجودة لفوق كما ترى هنا، أنا لدي 4G، ليس لدي 5G في أمريكا، لكن نستعمل الـ Wi-Fi و Bluetooth كثير نحاة، تعطيني سرعة نحاة، نستعملها على T-Mobile في Los Angeles الـ Password Security، برميشن، البطارية، يمكننا أن نرى كما ترى، 4500 ميلي أمبير هناك نظام هنا، نستعمل الـ High Performance Mode هذه تسبب أن نستعمل قوت للحاسوب 888 على كل قوتها الآن هي معمولة Off، لكن صدقوني لما أقول لكم لا تعرفوا شيء أنها مناهة Off، كل شيء يمشي مزبوط، كل شيء سريع Color-Ouest Notch، لا يوجد مثل هذا، من عندما نزل إلى Color-Ouest 11 سنة الماضية، كل هذه الشغلات صرت منيحة، التليفون يمشي بسرعة كثير قوية يمكننا أن نرى عدة شغلات، وكل هذه الشغلات منتفجرة تكون هناك تحت التطبيقات، يمكننا أن نعمل Default Apps، يمكننا أن تغيره هنا أنا غيرت المشهد التليفون، مثلا، يمكننا أن نغيرت الفوتو من جالرية لـ Google Photos، إذا أردناها لكن أنا غيرت البراوزر من البراوزر تبعهم هنا لـ Chrome، لأنني أحب استعمل Chrome على التليفوني و يمكننا أن تغيروا عدة شغلات كل التطبيقات الموجودة هنا، كما أخبركم للـ Launcher، إذا كان لديكم واحد ثاني، يمكنكم أن تنزلوا وتقلبوا منه الآن، هنا لدينا عدة اختيارات، يمكننا أن نعمل Spread Screen، هذه الشغلة الحلوية التي تفجأت هنا أي تطبيق يعمل عليه التطبيق، مثلا هنا، من أي تطبيق إذا نفتحها من فوق، مثل الخط هنا، تضربها على الشمال ونستعمل السيستام العادي على اليمين، وعندنا التطبيق ماشي على الشمال، كثير هيني وكثير حلوة لدينا نزام ثاني أيضا، إذا نفوت على Settings، نرجع إلى هنا لدينا الـ Flexible Mode، هذه التي نستعملها مع الشاشات، خاصة هذه التي نستحبها من الشمال، كما أفتحها هنا، تفتحها على صغير، فين نستعملها، فين نحركها، ونأمل ما أريدنا وعندما أخلص منها، أعمل عليها للـ X، وتذكرها، وتمشي كثير حلوة لدينا نرجع إلى هنا، لدينا الـ Laptop Mode، هذه تشتغل فقط على التطبيقات، لا أعرف بعد إذا ستنشي على التطبيقات بأمريكا اسم اليوكو هذه التي نستعملها، نستعملها، عندما نفتح الفيديو مثلا هنا، دعنا ننزل إلى هنا لديكم واحد، دعنا نقف الصوت هنا حتى نعمل شيء نعمل هنا كأنه شكله Ultraman، سأعطيها ثانية لتبدل وإذا نعمل الطعجة للتليفون، ونفتحها إلى هنا، يصبح مثل الخط الـ Fingerprint Sensor، نستعملها إلى هنا وهذا معمول مثل شكله، كأنه مثل Ultraman، كما ترون الكارتون من ذلك نجع نفتحها، هي عادة، تقلب إلى هنا، ونستعملها، وتمشي مضبوط لم يكن لدينا تطبيقات كثيرا، لكن يجب أن يكون هنا، كما يسميها Laptop Mode سيارة 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 مضبوط، سيارة 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 من الجوة إلى الخارج حلاوي فيها هنا مثلا، إذا سكرت الشاشة الآن، فإن تسألنا، ليس ضغر تقلب ليها، تعطيني هذه المطرح الأزر هنا بسحابة لفوق، تفتح ليها إذا أريد أن تقوم بها عادة مضبوط، يعني تقوم بها نفتح هذا الكبير، نرى أن تقوم بها مضبوط، وإذا سكرها، سيارة سيارة دغري إلى واحدة، لا يمكننا أن نطفيها أنا أحب أن تسألني، لأن إذا سألني، يعني أنني تسكرت التلفون، وليس استعمل وتركته، بعد ثاني، تطفيها إلى واحدة، لكن تعطينا عليه الإختيار من الجوة إلى الخارج تحت الـ Special Features، لدينا الإختيار للأولاد، هنا نستطيع أن نقوم بعمل Kid Mode، لدينا الإختيار من الجوة، سمارت سلايدر، وهذه الموجودة على اليمين، وكما لدينا الـ Quick Return Bubble، الـ Quick Return Bubble مفروض تمشي كانت مع PUBG Mobile، لكن لا أعرف لماذا يمشي معها، نرى ماذا يحدث؟ System Settings، كما أخبرتكم، الموديل تبعه اسمه PEU M00، هذا الموديل تبعنا 888، Android 1211، ColorOS 12 دعنا نتحدث قليلا عن التطبيق الكاميرا، لأنه لدينا عدة شغلات فيه هنا، التلفونية العادية لم توجدها أول شيء، نحن نعرف أنه سكرت التلفون هنا، يمكنني استعمال الكاميرا هنا، مسحبة لفوق، نستعمل الكاميرا الموجودة هنا، الكاميرا الموجودة هنا 32 ميجا بيكسل، الأبديمية، السلفي، وهذا الثاني أيضا 32 ميجا بيكسل، لكن أنا أحب استعمال الكاميرا الأساسية، الـ 50 ميجا بيكسل الموجودة هنا، أحسن شيء، عند هذه الاختيار لفوق هنا، ما يحدث؟ الشاشة الإدمانية تستطيع أن تعطينا الـ Viewfinder، لا يمكننا أن نختار شيء فيها، كل الاختيارات تظل موجودة لفوقها، في نفس الوقت، لكن إذا كنت تستعملوا لـ واحدكم، يوجد شغلة أحلى، يمكننا أن نقوم بالزر الزياد الذي موجود لفوق، نقوم بإعطاءها ثانية، وهذا تقلب التطبيق الكاميرا للأدام، وتطفي الشاشة الموجودة داخلها، وهذا كثير منيحة، ساعتها يمكننا أن نسيطر على الكاميرا هنا، إذا كنا نريد أن نستعمل الكاميرا الأساسية للأدام، أو إذا كنا نريد أن نقلب على الكاميرا الـ Live Stream، كما ترون هنا، يمكنكم أن تقلبوا على الكاميرات التي تريدونها، الآن لدينا الـ Portrait، يمكننا أن نقوم بعمل Ultra Wide، يمكننا أن نقوم بعمل التلفوتو، ويمكننا أن نستعمل العادية، كل شيء يمشي مصبوط، وهذه هي ساعة القليلة التي ترونها، وسوف أردتكم الآن كيف يكون في الفيديو، لكن يمكنكم أن تعملوا تسجيل للـ 4K 60fps تحت الفيديو، وهذه الشغلة مهمة لأنه عادة في الكاميرات الموجودة أدام، لا يمكننا أن نقوم بعملها، ماذا نقوم بعمل هنا، على 4K، ونقوم بعمل ثلاثة نقطة تونيكية على 60fps، يمكننا أن نقوم بعمل سجيل فيديو بالكاميرا الأساسية موجودة أدام، عندما تخلصوا، تطفو الشاشة وترجع وتدوروها، وتمشين لمزبوط، وتمشين لمزبوط، الآن الحلوية فيها أيضا، لدينا عدة اختيارات، لدينا أيضا نقوم بعمل التسكير نصف، نفتحها بالنصف، ساعتها نرى أن هناك اختيارات نستطيع نرى في الفيديوهات، والصور الثاني اللي عملناها من هنا، أما يمكننا أن نقوم بعملها تحت، بكل الإختيارات والسليكسيونات تعييتها تروح من الشاشة، الـ View Founder موجود قدام، ساعتها نقوم بعملها على الطاولة، ونستطيع أن نزبطها، إذا أريد أن نستعملها مع الكاميرا الأساسية، حتى الإدمانية نفس الشيء، يمكننا أن نقوم بعمل نفس الشيء هنا، يمكننا أن نقوم بعملها هنا، يمكننا أن نقوم بعملها مرة أخرى، جميلة جدا، كل شيء تمشي مضبوط، الحلوية فيها أيضا، أن كل هذه الشيء تمشي، إذا أضطتها للكاميرا، إذا أقلبتها للكاميرا دغري، كل هذه الشيء تمشي جميلة، ونستطيع أن نسكرها، دعني أعطيكم الآن كم مصرة عن الفيديو، منه لها التليفون، OPPO Find N الآن نستعمل الشيء اسمه Dual View، إذا نستعمل الكاميريات الموجودة وراء، والكاميرات الموجودة، وكما ترى هنا، أنا كراو صغير موجود، يمكننا أن نسجل على 4K 60FPS، ليس لدينا 8K، ولكن كل شيء تمشي مضبوط، الآن نسجل الفيديو من الكاميرا الأساسي الموجودة وراء التليفون، ولكن بسبب أن لدينا الشاشة الموجودة لبرا، يمكننا أن نستعملها كـ Viewfinder، يمكننا أن نرى حالنا نسجل أحسن كاميريات الموجودة على هذا التليفون، يمكننا أن نسجل 4K 60، مثل 10ATP العادة من الكاميريات الموجودة، وعلى ليلة OPPO Find N، وليس لدينا كل الصورة والصوت من أحسن كاميريات الموجودة على هذا التليفون، أول ما نفتح تطبيقه على اليوتيوب، كما ترى، تفتح بـ Tablet Mode، إذا كنت نقوم بعمله على الـ Full Screen، تفتح، إن شاء الله أنكم تعرفوا أن الفيديو يعطينا متسموها Letter Boxing، لأن هذا يعمل على 16x9، وهذا الشاشة التي نستعملها 8.4x9، الآن، إذا كنت أستعمل التليفون في هذه الجهة، تفتح مضبوط، إذا سكرتم التليفون، ونستعمل على الشاشة الإدمانية، ونقلب الاختيار، ونقلبها من هنا، كل شيء يمشي مضبوط، ونرجع إلى هنا، لا أعلم أنه مضبوط، ونرجع إلى هنا، التطبيق يأتي إلى واحده، كل شيء يأتي مليح، الحالية فيها، أنه الآن، نسمع على السماعات الموجودة هنا، لدينا 2 سبيكر السماعات، ستيريو، موجودين، ثم نفتح التليفون على الفتحة الكبيرة، نعمل الـ Full Screen، ونبدأ، اسم الغنية أليكس كريندو، Jumbo by NCS Release، يلا، الصوت يأتي كثير منيح، الصوت يأتي من تحت مع السماعتين ستيريو، لا يوجد سماعة موجودة، وهذا الشيء يجب أن نعرفه، معناته، إذا استعملنا التليفون، الصوت يأتي على اليمين، ولكن أحسن شيء، إذا نستعمله، لأنه يأتي الصوت الضغري لدينا، والصوت كثير منيح، عالي، وكثير واضح، أكد أن تكون تعرفوا كيف الألعاب يمشون على هذا التليفون، سأعطيكم المصدر عن الألعاب، وأنتحدث عنهم بعد قليل، المصدر عن الألعابية، اشتركوا في القناة 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 شكرا